بعدما ضاق به عالم الأزياء ينطلق المصمم الفرنسي جان بول غوتيه نحو آفاق جديدة بتنسيق معرض في باريس عن صعود قوة نساء في مجالي السينما والموضة المعرض الذي يحمل عنوان سينيمود يتناول موضوع تحرر المرأة من خلال أزياء ومقتطفات من أفلام سينمائية فغوتيه صمم أزياء لأفلام بيدرو الموندوفار ولوك بيسون ويقول المصمم البالغ من العمر التسعة وستين عاما أنه كان دائما نسوي التوجه وأراد إظهار تطور المرأة والرجل في السينما والأزياء ويتضمن المعرض مواد تتعلق بعدد من النجمات أبرزهن مارلي منرو وبريجيت باردو وكاترين دونوف وغيرهن كذلك تشمل المجموعة شخصية السفاحة في فيلم تيتان لجوريا دو كورنو الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان وقال غوتيه عن اهتماماته الجديدة ومنها إدارة المعرض إنها خطوة أخرى بما أنه لم يعد يرغب في العمل في مجال موضة حسراً موسيقى موسيقى